مرحبا بكم في المحاضرة الثالثة من حياة دافعها الأبدية المحاضرة السابقة كانت قاسية جدا لكنني أفضل أن يكون لدي فهم وخوف صحي وأتجنب المشاكل إن كان شخص يمشي باتجاه جرف هل ستحاول أن تدرسه كيف يبتعد؟ إن عينه مغمى المنظر أجمل من هنا تعالى لا بل ستقول توقف وستقولها بالحاحن وانفعال يقول الكتاب بوضوح في أعمال 4-12 وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نقلص وكم أحب هذا ينبغي أن نقلص آمين كثيرا ما نسمع كيف يمكن لإله محب أن يرسل الناس إلى الجحيم ربما لم يسمع أبدا عن يسوع دعوني أقرأ هذا لكم منذ أن خلق العالم يستطيع الإنسان أن يفهم ويدرك صفات الله غير المرئية كقوته السرمدية وألهيته لأن إدراكها ممكن من خلال الأشياء التي خلقها ولهذا فإن الناس بلا عذر ماذا عن هذا؟ حسنا لا يوجد عذر لأنه كما قلت في المحاضرة السابقة قابلت أناسا في ماليزيا في الشرق الأوسط كانوا يصرخون إلى الله وظهر يسوع لهم بالفعل هناك كنيسة أعظ فيها في إندونيسيا بها 140 ألف عضو منهم 70 ألف كانوا مسلمين ذهبت إلى تلك الكنيسة ثلاث مرات وقد سألت المسؤول عن الكنيسة كيف خلص فقال لي كنت مسلما متعصبا أذهب إلى المسجد كل جمعة كان غنيا جدا جدا قال كنت في غرفة داخلية في منزلي أي غرفة ليس فيها شبابيك لأن المنزل كان كبيرا جدا لم يكن لتلك الغرفة مداخل ولا مخارج سوى الباب قال كنت أعمل وفجأة شعرت أن هناك شخصا في الغرفة فرفعت عيني وإذا برجل بعباءة أرجوانية يفتح يديه ويقول انظر إلى يدي أنا يسوع واختفى أمام عيني قال بدأت أبحث وانلت الخلاص وهو الآن المسؤول عن تلك الكنيسة الضخمة لا يوجد عذر لأنه إن قال أي شخص إنه يريد بحق أن يعرف من هو الله سيظهر الله يسوع له آمين إليكم مجموعة الناس التي أريد أن أخاطبهم أنا أخاطب مختلف أنواع الناس الذين ستنتهي حياتهم في بحيرة النار لكني أخص بالكلام اليوم المخدوعين الذين يظنون أنهم سيذهبون للسماء ولكنهم لن يذهبوا للسماء في أواخر الثمانينات رأيت رؤية مزعجة مقلقة جدا كما تعرفون يتحدث الكتاب عن رؤى مختلفة هناك رؤى مفتوحة تراها وكأنك موجود فيها وهناك رؤى روحية أنا رأيت بكل وضوح بحرا كبيرا من الناس لا يمكن أن ترى آخره حرفيا لا يمكنك أن ترى آخر الناس أتوا إلى أبواب السماء كانت أبواب السماء خلفي ويسوع كان بيني وبين الأبواب كل أولئك الناس كانوا ينادونه يا رب وجميعهم يتوقعون أن يقول ادخل إلى ملكوت الله فسمعت الصوت من خلفي ابعد عني أنا لا أعرفك وفي الرؤية جعلني الله أختبر الرعب والحسرة على وجوههم الصدمة التي لا تصدق عندما سمعوا هذا ووضع الله شغفا في قلبي ليس تجاه الضائعين في الشريع فقط بل تجاه الضائعين في الكنيسة أريد أن أريكم كلمات من فم يسوع قال هذا ليس كل من يقول لي لي هنا المقصود بها ليسوع هو الذي يتكلم هنا هذا ليس محمد ولا بوذا هذا يسوع ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل من يعمل مشيئة أبي الذي في السماء أريد أن أشير إلى أمر أولا هؤلاء يدعونه يا رب ولاحظ أنه قالها مرتين عندما تكرر كلمة في الكتاب المقدس يكون هذا للتأكيد كما قال يسوع الحق الحق أقول لكم لو كنت موجودا معه ستسمعه يقول الحق أقول لكم بانفعال وهي لا تعني التأكيد فقط بل أيضا الحماس إن نظرت إلى سمويل الثاني تسعة عشر أربعة الملك داود كان يبكي بصوت عال آه يا بني أبشلوم يا بني يا بني مكتوبة مرتين ليس فقط للتأكيد لكن هناك انفعال لنكمل القراءة كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم الأخير يا رب يا رب هذا الانفعال ثانية ألم نتنبأ باسمك إذن هم مملؤون بالمشاعر ويؤمنون بتعاليم الكتاب وينادون بالإنجيل ألم نتنبأ باسمك ألم نطرد الأرواح الشريرة باسمك ألم نعمل عجائب كثيرة إذن فإنهم ضمن الخدام فلنراجع هذا إنهم يؤمنون بالإنجيل إنهم مملؤون بالمشاعر هل أنتم معي إنهم يتنبؤون برسائل من الله كما أنهم يعملون في خدمة الله لكنهم سيسمعوني ابتعدوا عني انتظر لحظة يجعلنا هذا نشعر أنهم مؤمنون هذه الأربعة أمور لا تجعل الإنسان مؤمنا بالطبع لا يمكن أن تكون مؤمنا بدون هذه الأمور لكن وجودها فيك لا يجعلك مؤمنا أنا لا أضيف شيئا إلى هذا أنا أوضح فقط المكتوب هنا حينئذ سأقول لهم بوضوح لم يسبق لي أن عرفتكم كلمة عرفتكم باليونانية جينيسكو أي لم أعرفكم معرفة الحميمة ابتعدوا عني يا فاعلي الشر تذكروا قال ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السبوات بل من يعمل مشيئة أبي المفتاح هو فاعلي كلمة الشر في اليونانية أنوميا أي لا تكون خاضعا لسلطان الله نحن لا نتحدث عن شخص يقع في الخطية ويتوب قال يسوع وإذا أخطأ إليك أخوك سبعين مرة سبع مرات في يوم واحد وعاد إليك فسامحه لأنه يجب أن تغفر مثل أبيك السماوي إن أخطأت سبعين مرة سبع مرات في يوم واحد وتبت بصدق ما هي التوبة؟ أن تكون متأسفا لجرحك مشاعره يغفر لك إذن نحن لا نتحدث عن هؤلاء بل عن من يقولون لا بأس كلنا بشر أنا عندي مشاكلي أنا مخلص بالنعمة إن كنت هكذا أنت في خطر شديد هل تفهمونني؟ أنا لا أريد أي منكم أن يكون واحدا من هؤلاء لا أريد ذلك قال بولوس أني بريء من دم الجميع لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله قرأت هذه الآية في متمر الرعاة فجاء إلي راع وكان غاضبا قال كيف تجرؤ وتحملنا أمور العهد القديم قلت حقا؟ افتح كتابك على أعمال عشرين وكان معه كتابه فتح الكتاب قلت قرأ مقاله بولوس قال إني بريء من دم الجميع لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله ما يحدث هو أننا نبحث عن الآيات التي نحبها والتي تريحنا وتقول إن الله يحبنا نعم إنه يحبنا كثيرا لدرجة أنه مات لأجلنا لكن المشورة كاملة فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه ووصاياه ليست ثقيلة واضح أن هؤلاء لم يحفظ وصاياه مارسوا الشر كانوا يمرسونه كعادة كانوا يقولون أنا بخير لا بأس النعمة تكفي أنا جيد سفك الدم صليت صلاة الخاطئ تعرفون ماذا قال أحد أشهر الوعاظ؟ قال صلاة الخاطئ تسببت في هلاك الناس أكثر من كل حانات أمريكا لماذا؟ لأنها تمحو مخافة الرب من حياتهم قلت الصيغة فأنا بخير نحن نعيش في زمن خطير جداً وقد اخترعنا يسوع قال عنه بولوس يسوع مزيف يقول إن الناس يمكن أن يعيش في خطياهم ويشبهون العالم ولا يختلفون عنه ولا ينعزلون عنه وينعمون بالسماء هذه رحمة خاطئة وأنا أريد أن أفضحها لهذا أتحدث عن هذا الأمر قال بولوس لتمثاوس واذكر أنه ستأتي علينا في أواخر الأيام أوقات عصيبة إنه يتحدث عن زمننا ويقول ستأتي أوقات عصيبة كيف يمكن أن تكون أوقاتنا أصعب إن قرأت بولوس قد ضرب بالعصي ثلاث مرات يضربون الناس بالعصي ليسحقوا عظامهم أذكر عندما كنت ألعب هوكي الجليد وقعت على عصاتي وصحق الدلوعي ثم ذهبت لأعظة وكنت لستة أسابيع قلت متى سينتهي هذا قالوا سحقت عظامك وهذا يحتاج وقتاً طويلاً كانوا يضربون الناس بالعصي ليظلوا متألمين ضرب بولوس بالعصي ثلاث مرات وجولد تسعة وثلاثين جلدة كانوا وقتها يعلقونه على عمود جلدي حتى يتمدد ظهره جيداً وعندما تضربه أطراف الصياط تفتح جلده مثل السكين المسنن في الزبت تسعة وثلاثين جلدة خمس مرات ورجم أيضاً ويقول لي إن أي أمانة نحن ستكون صعبة ثم يقول لماذا؟ لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال غير شكرين دانسين غير متسامحين ثم يستمر ويقول وهو هنا يتحدث عن هؤلاء الناس وأنا فقط أختصر الكلام يقول هذا عن هؤلاء يلبسون قناعاً من التقوى رافضين أن تعمل قوتها الحقيقية في حياتهم بمعنى آخر يقولون النعمة تغطيني اسمعوا جيداً النعمة ليس فقط تحررنا من عقوبة الخطية ولكنها تحررنا من عبودية الخطية حسناً يجب أن نعلن هذا لكي يعرف الناس لأنه لا نعمة بدون إيمان ولا إيمان بدون معرفة إن لم يعرف الناس أن النعمة هي قوة الله التي تعطينا القدرة على العيش بالتقوى كيف يمكن أن يعيشوا بالتقوى نحن لا نخدم جيداً وهذا حق عدد ثمانية إنهم فاسدوا العقول وفاشلون في اتباع الإيمان لديهم إيمان لكنه فاشل أما الأشرار والمحتالون من المحتالون هم من أتحدث عنهم يعيشون في شخصية افتراضية سيزدهرون لاحظ أنهم سيزدهرون لهم جمهور كبير اجتماعاً تلو الآخر يتعلمنا في كل حين ولا يستطعنا أن يقبلنا إلى معرفة الحق إذ يبدأون بخداع الآخرين فينتهي بهم الأمر إلى خداع أنفسهم سيتوقعون أن يسمعوا أدخلوا لكنهم سيسمعون ابتعدوا أنا لا أريد لأي شخص لا أريد لأي شخص أن يكون ضمن هؤلاء أمين لهذا يقول يسوع ستعرفونهم من أعمالهم أتذكر عندما كان أولادي في المدرسة الابتدائية كانوا في مدارسة مسيحية قلت كيف تعرف إن كان زميلك مؤمناً ليس بما يقوله بل كيف يعيش ستعرفونهم من أعمالهم هل لا أسمعتموني أمين إذن لهذا يكمل يسوع ويقول هناك أساس عندما يتحدث عن هذا في متى سبعة يقول هناك أساس هذا هو الأساس كل من يستمع إلى تعاليم هذه ويعمل بها أشبه برجل ذكي بنى بيته على الصخر ترون الصخر هو أساسه وكل من يستمع كلاهما يستمع إلى كلمات يسوع وكل من يستمع إلى كلام هذا ولا يعمل به الفرق الوحيد بين المجموعتين هو أن مجموعة تعمل بها والأخرى لا تعمل بها فهو أشبه برجل غبي بنى بيته على الرمل وعندما تصدم العواصف منزلاً مبنياً على الرمل مهما كان جميلاً سيسقط لهذا نحن نحتاج أساساً صحياً في حياتنا أسمعوني آمين هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زهر cloudlibrary.org ما هو هذا الأساس؟ يقول لنا إشعياء 336 هو مصدر ثباتك يا صهيون ستنعمين بالخلاص والحكمة والمعرفة وتكون مخافة الله قول مخافة الله وتكون مخافة الله كنزكي ما يقوله لنا إشعياء النبي هنا هو أن الأساس الذي يجب أن يكون في حياتنا هو مخافة الرب التبجيلية دعوني أؤكد على هذا من الكلمات التي وعظ بها يسوع يقول يسوع فما من مخفي إلا وسيكشف وما من مستور إلا وسيعلن يتحدث يسوع الآن عن يوم الدينون ما هي تلك الأمور المخفية؟ الأفكار والنيات والدوافع الأعمال التي تظن لم يرها أحد إنها مخفية ولكنها ستعلن وما من مستور النيات والدوافع والأفكار إلا وسيعلن فكل ما تقولونه في الظلمة سيسمع في النور وكل ما همستم به في الآذان في الغرف المغلقة سيذاع من فوق سطوح البيوت في الدينونة تعلمون ماذا كانت جملته التالية؟ أقول لكم يا أحبائي الجملة التالية بشرة أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا ما هو أكثر سأقول لكم ممن ينبغي أن تخافوا خافوا من ذلك الذي له السلطان أن يلقي في جهنم بعد أن يقتل نعم أقول لكم خافوا منه ما يقصد يسوع أن يقوله مخافة الرب تحمينا من أن نصدق أنه يمكننا أن نخفي أمرا عن الله كيف يمكنكم أن تعرفوا درجة حرارة جسمكم هناك الترمومتر يعرفكم درجة مخافة الله كم أمرا يمكن أن تخفوه عنه لا يمكن أن أخفي عنه شيئا إذن لماذا تفكر هكذا؟ لماذا هذه الدوافع؟ لماذا تحاول أذية شخص؟ تقول ولكن دعني أقول لك ما حدث وأنت تعرف أن كل ما ستفعله هو إلحاق الأذبه أنت تظن أن الله لا يرد وفعك اسمعوا ماذا قال حسقيال ثمانية إثنى عشر حين أذن قال لي يا إنسان هل ترى ما يعمله شيوخ بني إسرائيل في الظلم؟ يقولون إن الله لا يرانا يمكن أن تصل إلى مرحلة تظن فيها أنه يمكنك أن تخفي أمورا عن الله لأنك تنزله إلى مستواك مخافة الرب تبقيه في مكانه مرتفعا إنه الله كان إشعياء تقيا قال ويل للذين يسمون الشر خيرا والخير شرا ويل الأقوياء في شرب الخمر في إشعياء خمسة لكن في إشعياء ستة رأى الرب ولم يعد يقول ويل لمن يشربون الخمر بل ويل لي لأنه لأول مرة في حياته يدرك حقيقة الشخص الذي يخدمه ولأول مرة يدرك حالته أمام ذلك الإله القدوس لذلك فإن مخافة الله أمر صحي لأنها تجعلك تدرك دائما وجود الله معك وأنه الله وأنه طاهر وأنه قدوس نشكرك يا رب لأنك منحتنا القدرة لنعيش هكذا ونفكر هكذا بنعمتك لذلك أريد النعمة أنا مضمن النعمة اكتبوا هذا أذعوه جون بيفير مضمن نعمة أريد كل ما يمكن من نعمة الله لأنني أعرف أني لا أعيش بدونها لا أريد أن تغطي النعمة أعمال الخارجية أعرف أنها تبدأ هنا أريد دوافع صحيحة وأفكار صحيحة ونيات صحيحة وهذا سينتج أعمال صحيحة هل لا أسمعتموني أمين أنا أعذو جيدا لا يمكن أن تفصل مخافة الله عن الدينونة أبدا الفهم الجيد لكرسي قضاء المسيح والفهم الجيد للعرش العظيم الأبيض وكذلك الفهم الجيد ليوم الدينونة يحفظ مخافة الله في حياتنا قال بولوس إذ ينبغي أن نقف جميعا أمام كرسي قضاء المسيح لكي ينال كل واحد جزاء ما فعله وهو في هذا الجسد خيرا كان أم شرا ولهذا بما أننا نعرف ما تعنيه مهابة الرب يقول بولوس نعرف ما هابت الرب لذا نقنع الناس ما هي مخافة الرب هل أقول هذا أنا لو أمن أن مخافة الرب أن تكون خائفا كيف يمكن أن يكون لدينا علاقة حميمة مع الله وأن يكون أبونا إن كنا مرتعبين لو تذكرون عندما أخرج موسى إسرائيل من مصر ونزل الله من الجبل وعندما نزل كان رد فعلهم مثل أشعياء غير أن أشعياء كان تقيا لأنه تطهر هم لم يكونوا أتقياء لقد هربوا من الله وأحبط موسى جدا قال حررك الله وهو يريد أن يظهر ذاته إنه أبوك قال لقد أخرجتكم من مصر لأحذركم إلي وتهربون فقال موسى لا تخافوا لأن الله قد جاء ليمتحنكم كي تهابوه ولا تخطئوا أليس هذا شيقا لا تخافوا جاء ليمتحنكم وما الامتحان أن يرى إن كنتم تقفوه يبدو هذا تعارضا لكنه ليس تعارضا ما يفعله موسى هو أنه يفرق بين الخوف من الله ومخافة الرب ما الفرق؟ من يخاف من الله لديه ما يخفيه لماذا هرب آدم من محضر الله عندما عصاه؟ لأنه خاف من يخاف الله ليس لديه ما يخفيه إنه يخاف من الابتعاد عنه إن أردت التعريف الأول لما خافت الله فهو أن ترتعب من الابتعاد عنه من يخاف الله لا يقول كيف أقترب من الخطيئة دون أن أقع فيها من يخاف الله يقول أريد أن أبتعد عنها حتى لا أراها لأنني أريد أن أكون قريبا جدا منه إذن مخافة الرب هي أن نكرمه ونقدره ونجله ونحترمه أكثر من أي شيء وأي شخص هذا يعني أن نحب ما يحبه ونكره ما يكرهه دعوني أريكم شيئا ذات يوم كنت أصلي كان هذا في أواخر الثمانينات كنت أصلي ساعتين في اليوم كنت أستيقظ كل يوم في الخامسة صباحا وأخرج الأصلي حتى السابعة كل يوم رغم هذا كانت عذتي مجرد نقاط كانت بلا قوة فقلت يا رب لماذا لا توجد مسحة على حياتي قال لأنك تتساهل في القطية ليس فقط في حياتك بل في حياة الآخرين وقال اقرأ ما قلته ليسوع حين عينته ربا وملكا للكنيسة وللكون أيضا قال لأنك أحببت البر الآب يكلم يسوع هنا وقال توقف هنا كل مؤمن يحب البر ولكنه لم يقف هنا أحببت البر وكرهت الإثم لهذا مسحك الله إلهك أكثر من كل رفاقك قال أتريد مسحة أقوى تعلم أن تكره الإثم مثلي وسترى المسحة غير هذا حياتي للأبد غيرني بسبب هذا كان يحنى يعظو بسلطان لم يكن يسوع يعظو مثل غيره بل بسلطان لماذا؟ كان يكره الإثم قال إشعياء ويخرج قضيب من جذع يسة ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب ولذته تكون في مخافة الرب يقول في عبرانين خمسة وسمعت صلاته بسبب تقواه هناك من يصلون ولكن هل يسمع لهم؟ هذا ما يجب أن نعرفه لكي تسمع صلاتك يجب أن تخاف الله هل تفهمون ما أقوله؟ مخافة الرب تعني إن أردتم اختصار الكلام أن نحب الطاعة ونرتعد من كلمته ونتحمس لنطيع أن نطيعه وإن كنا غير فاهمين تعني أننا سنطيعه وإن كان الأمر بلا معنى حتى إن كان الأمر مؤلما حتى إن كنا لا نرى أن الأمر مفيد سنطيعه بالكامل هذه مخافة الرب إذن فإن أعلان مخافة الرب هو طاعة كلمته هذا هو أعلان مخافة الرب هل أريكم شيئا؟ قاله بولوس لكنيسة فيليبي حسناً كتب الرسول بولوس هنا ولكنني أذكركم أن الكتاب ليس له تفسير خاص هذا هو الله لأن كل الكتاب هو محمي من الله اسمعوا هذا الكلام وكأن الله يتحدث إليكم إذن يا أحبائي لاحظوا أنه يرعوكم أحبائه إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جداً في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعدة الخوف والرعدة يجعلانك تطيع الله وأنت لا تراه حين لا تشعر بحضوره يطيع الناس الله حين يشعرون بحضوره لكن حين لا يشعرون بحضوره يسلكون مثل العالم ليست لديهم مخافة الرب لأن مخافة الرب تجعلك مطيعاً تجعلك تستمر ملتصقاً به حتى إن كان حضوره غائباً حتى إن كنت في وسط الصحراء مخافة الرب مهمة جداً إنها أساس كرسي القضاء إن كان لديك مخافة قوية للرب ستبلي حسناً هناك أرى أن ما تعلمناه من المحاضرة الأولى هو يتطلب الأمر كل من مخافة الرب ومحبة الرب لنثبت أمام كرسي القضاء لا يمكن أن تفصلهما لأنك إن لم تخف الله إذن أنت لا تعرف الله تحب شخصاً سنعط له صورة كثيرون يحبون ليبرون جيمس لكن ربما يكون مختلفاً عن ما تراه في التلفزيون يمكنك أن تصنع يسوع مختلفاً عن الذي على العرش إن كنت لا تخافه لأن مخافته بداية معرفته كيف تحب شخصاً لا تعرفه جيداً؟ أنت تحب صورة الشخص وليس الشخص نفسه محبة الله ومخافته كلاهما يعطيانا الثقة أمام عرش قضاء المسيح لا أعرف عنكم لكن حين طلب الرب أن أعيد هذا قلت أشكرك يا رب لأني أتذكر كيف أثر هذا الكتاب فيي حين كتبته ليس كأي كتاب آخر عندما بدأت في الخوض في التجهيزات وأعادة القراءة والتصحيح في الكتاب أضفنا الكثير وحدثنا الكثير منه أفادني هذا جداً أمين مخافة الرب آمنة احتفظ بها اطلبها من الله كيف تحصل على روح مخافة الرب؟ قال يسوع اطلب من أبيك وهو سيعطيك الروح القدس اطلب منه روح مخافة الرب آمين نراكم المحاضرة القادمة مخافة الرب هي أساسنا وهذا الأساس كما يقول يسوع يحفظنا على الطريق الصحيح ليكون لنا ثقة في يوم الدينون لأننا أطعنا كلمته في مسيرة الشخصية أذكر عندما اكتشفت أمر مخافة الرب لأول مرة كنت أقرأ عنها في العهد الجديد وفي ليلة وعظت في اجتماع وقام الراعي وصحح كلامي لمدة خمسة عشر دقيقة هذا دمرني كانت كنيسة كبيرة ظننت أنني آذيت الكنيسة خرجت في اليوم التالي وصرخت إلى الله حرفيا أنا آسف يا رب لأنني آذيت الكنيسة لكنني شعرت برضى الله وليس غضب الله وهكذا وجدت نفسي أصرخ إلى الله طالبا أن يملأني بمخافة الرب اكتشفت بعد ذلك أنه أحد إعلانات الروح القدس إن كان يسوع قد قال أطلب من أبيك الروح الروح القدس فسيعطيك روح مخافة الرب وهكذا سرخت في ذلك اليوم وتغيرت حياتي للأبد وأنا الآن قد رأيت الأمور بمنظور مختلف تماما إذ أصبح لدي مخافة الرب التبجيلية في حياتي تعلمون أن تلك الكنيسة لم يعد لها وجود اليوم سأقول لكم شيئا مخافة الرب تظل للأبد إنها طاهرة كخطوة عملية هذا الأسبوع أنا أشجعك اقرأ عن مخافة الرب في العهد الجديد اذهب إلى إشعياء 11 وانظر كيف كانت لذة يسوع ثم أصرخ إلى الله ليضع روحه القدوس روح مخافة الرب على حياتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر